النائب محمد براك المطير تواصلت مع وزير الصحة وأبلغت بأن هناك أنباء وأخبار عن انتشار الكورونا بشكل كبير في مصر مع تعتيم إعلامي وحاليا كثير من المقيمين المصريين سيرجعون إلى الكويت للتحق بعمليهم بعد العطلة ومنهم مدرسين طلبت منه التحقق من هذا الانتشار حتى إن استدعى الأمر وقف الرحلات الجوية ده مين ده محمد براك المطير خلاص الأخت فجر السعيد قالت معالي وزير الخارجية الكويت النائب الفاضل محمد المطير يضر بمصالحنا القومية مع الشقيقة مصر باتهامه إياها بإخفاء تفشي فيروس الكورونا ويدر بمصالح المساكين اللي ردين لشغلهم مع الرافدين من أرض الكنانة وأنت حر الله يحفظك حفيد السادة إيه هي الكلمة ده؟ إيه ده؟ لا 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 خليني تاني الموضوع بيبنوا قدامي هو بالنسبة لي قصة قصة كورونا الكويت أو الكويت كورونا مع مصر نائب اسمه محمد براك المطير ما عرفش ده نائب إخواني ما عرفش ده نائب كاره لمصر ما عرفش نائب مش فاهم نائب وخلاص ما الكويت كبرلمان كويتي على رأسي برضو البرلمان ورئيسه لكن فيه كتير إخوان موجودين معروفين محمد براك المطير بيقول أنا كلمت وزير الصحة الكويت اللي تقول له يا معالي الوزير خد بالك فيه شائعات كتير إن مصر فيها كورونا وفيه تكتيم أو تعتيم إعلامي خد بالك على المدرسين المصريين لما يرجعوا لكويت هيعمله عدوى لأبنائنا الطلاب وخد بالك امنع الموضوع يبقى نائب كويت سخن وزير الصحة الكويتي على مصر أو على المصريين الأخت الله يسطورها فجر السعيد قالت إيه؟ قالت لوزير الخارجية الكويتي بقى مش وزير الصحة قالت له خد بالك النائب محمد المطير اللي أنا بحكي عليه محمد براك المطير يضر بمصريح القومية مع مصر بيتهم مصر زي هي ما بتقول بإخفاء تفشي فيروس كورونا بمصر إيه يا جماعة الكلام الفضل ده ده اسمه كلام فارغ أنا باشكر لأخت فجر السعيد باشكر لأخت فجر السعيد والنائب محمد براك المطير يعني عايز ياخد عايز ياخد صورة على آفا مصر عايز ياخد سوكسيه على دماغ مصر بقول له عيب يا أخي عيب والله يا أخي إيه إذا لم تستحي فاصنع ما شيء اتكلم يا أخي براحتك في شأن داخلي كويتي لكن عيب قوي إنك تتكلم وتقول إن فيه تكتيم إعلامي ولا تعديم إعلامي في مصر ما احنا بنتكلم هو حد يقدر يعتم على حاجة زي كده منظمة الصحة العالمية فيه يا أخي تتكلم كلام لا تفهم معناه ولا تفهم مغزاه محمد براك المطيري اللي أنا متأكد تمام التأكد إنه إخواني كاره لمصر بيتكلم دون علم ودون فهم لوزير الصحة لكن الغريب إن وزير الصحة استجاب وطلع البيان رغم تحذيرات فجر السعيد لوزير خريق كويتي بتقوله الراجل ده هو بيتهم مصر بالباطل وهيدر بالعلاقات المصرية الكويتية يا أخي عيب يا أخي عيب أنتو عندوكو خمسة واربعين حالة كورونا إحنا ما عندناش ولا حالة هاتلي التويتة التانية بتاعة فجر السعيد أتمنى من الحكومة المصرية الشقيقة أن تنتبه إلى أن النائب الفاضل محمد المطير يحرض على مصر والمصريين ويتهمها بإخفاء وإخبار عن الصحة العالمية وهذه جريمة وتشويه سمعة وضرب سياحة مما سيدر بمصالح البشر وشكرا مين اللي بيقول مين اللي بيقول فجر السعيد بترد عليه رد قاسي بترد عليه رد ما تجيبوني فجر السعيد على تليفوني يا أبراهيم يا أخي هتقولي فجر السعيد أهو بتقول أتمنى من حكومة المصرية الشقيقة أن تنتبه وأنا باخد تنبيه فجر السعيد للحكومة المصرية وللخارجية المصرية وللحكومة المصرية بقول أنه انتبهوا فيه نائب فيه مجلس الأمة الكويتي اسمه محمد براك المطيري بيحاول أن يشوه سمعة مصر الصحية يحاول أن يقول على الصحة في مصر أن هي بتتسطر على تفشي وباء اسم وباء كورونا بقول للنائب أنت مش أول نائب كويتي توهاجم مصر فيه قبليك صفاء اسمها صفاء صفاء اللي كانت النائبة الكويتية صفاء الهاشمي صفاء الهاشمي صاحبة اللسان الطويل وصاحبنا محمد براك المطيري صاحب اللسان الكاذب بيأكذب نائب كويتي بيأكذب بيأكذب على مصر وبتكلم بشكل واضح وأنا بقول لوزير الخارجية الكويتي معالي وزير الخارجية الكويتي محتاجين تدخل حضرتك محتاجين تدخل سيادتك زي ما المواطنة الكويتية الكاتبة فجر السعيد ما بتقول بتقول ده بيتخرب العلاقات مع مصر عيب ما يصحش والمشكلة مصدر أمني يصدر قرار بمنع المصريين يوم ما يرجعها السلام نقول نبي يا أخي عيب يا أخي هنقعد دقات إمتى نقعد نقول نطبطة بإحنا الكبار إحنا الكبار إحنا الكبار يا أخي مش معقول يعني غير متصور غير متصور هؤلاء الذين يعني محمد المطير مئة بالمئة ارجعوا عليه عملوا لي عليه بحث هتلاقوا الرجل ده إما خليه إخوانية إما كاره لمصر بشيء أو بآخر وفجر السعيد في الحمد لله يعني القصة إنه ده ده فئة قليلة زي المطير ده لكن آه فجر السعيد بتدافع بتنبه بتحذر وأنا بقول أقل من اللي بتقوله فجر السعيد لله الأمر من قبلهم بعد أنا لا يمكن لا يمكن إلا أن أثق في قراءتي بأن محمد براك المطير إخوان لا يمكن واحد يكره مصر لإذا كان خليها إخوانية حلقية وأنا زي ما يقول بيحاول أن يستعدي الكويت أو مصر ويعمل إسفين ده قولا واحدا كويتي أحذر مجلس الأمة الكويتي أنبه مجلس الأمة الكويتي النائب المدعو محمد براك المطير بيحاول أن يدق إسفين في العلاقات المصرية الكويتية بهذه التخاريخ حول فيروس كورونا وأنا بقول إنه راجل إخوان قولا واحدا هاتولي رضي فجر السعيد الثاني فجر السعيد بتقول تكفون لأنتو إخوان وربع لا تشيعون التفريقة ما بينكم كلكم زملاء وأنتم مؤمن بأن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ما عليك إلا العافية خد خالد الشطي بالأحضان وفرح علي الكويت بأخواتكم الكويت محمد المطير يطالب مكتب المجلس بفحص جميع من سيتواجد داخل قاعة عبدالله السالم بالجلسة القادمة من أعضاء وموظفي أمانة مجلس الأمة منع من تثبت إصاباته عن الجلسة تحويله للمستشفى لأنه من تصريحات البعض واضح أن هناك من خالط القادمين من إيران الكويت كورونا تاني هي بتقول له لأنتو إخوان وربع فجر السعيد بتقول لي محمد براك المطير أنت إخوان وربع أنا لسه قاعدة هو بقول أنه إخوان هي قالت لأ أنت إخوان وربع يبقى القصة باختصار شديد إخواني كويتي في مجلس الأمة يحاول ضق إسفين في العلاقات المصرية الكويتية بهذه التفاهات والسفالات أن الحكومة المصرية بتتسطر على تفشي ظاهرة وباء أو فيروس كورونا دون أن تعلن عنه ده اتهام غير مقبول من إخواني كويتي في مجلس الأمة الكويتي محمد المطير للدولة المصرية والحكومة المصرية بأنها تجذب وده مرفوض وده وقاحة من نائب لا يعرف حجم مصر ولا يقدر العلاقات المصرية الكويتية ولا حتى يقدر الأمير الكويت المحترم ومجلس الأمة الكويت المحترم والعلاقات المصرية الكويتية بيحاول إخواني أنه هو يضرب إسفين في هذه العلاقات وده محترامي الشريد للشعب الكويتي كله محترامي لقيادة الكويت محترامي للبرلمان الكويتي بقول تاني هناك إخوان وخلايا إخوانية داخل البرلمان الكويتي قولا واحدا محمد براك المطير ده واحد منهم